السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا أصدقائي كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير Today's video إن شاء الله We will learn how to make sentence Beginning goes أنا حريص على It means I am eager to أنا حريص على Let's start أنا أنا حريص على احترام الآخرين أنا حريص على احترام الآخرين I am eager to respect others For female أنا حريصة على احترام الآخرين For female أنا حريصة على احترام الآخرين أنا حريصة على احترام الآخرين Another example أنا حريص على صلاتي I am eager to keep up my praying أنا حريص على صلاتي أصلي دائما في المسجد أنا حريص على صلاتي أنا حريص على صلاتي For female أنا حريصة على صلاتي أنا حريصة على صلاتي أنا حريصة على صلاتي I am eager to keep up my praying For male أنا حريص For female أنا حريصة أنا حريص على قراءة القرآن أنا حريص على قراءة القرآن I am eager to read the Quran أنا حريص على قراءة القرآن For female أنا حريصة على قراءة القرآن I am eager to read the Quran أنا حريص على قراءة القرآن For male For female أنا حريصة على قراءة القرآن أنا حريصة على دراسة اللغة العربية I am eager to study Arabic language أنا حريصة على دراسة اللغة العربية For female For female أنا حريصة على دراسة اللغة العربية أنا حريصة على دراسة اللغة العربية ممتاز يا زياد أحسن أنا حريص على دراسة اللغة العربية For female أنا حريصة على دراسة اللغة العربية The last example أنا حريصة على عمل الخير I am eager to do good أنا حريصة على عمل الخير أنا حريصة على عمل الخير For female أنا حريصة على عمل الخير I am eager to do good For female أنا حريصة على عمل الخير أنا حريصة على عمل الخير ممتاز أنا حريص أنا حريصة Thank you for watching until the next video Like, subscribe, share and follow my Arabic journey with محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته You can write sentence beginning with أنا حريص or أنا حريصة and leave your answer in the comment section والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء مع السلامة إلى اللقاء مع السلامة